نعم القصف مستمر بالمناسبة منذ ثلاثة أيام القائد الثاني في فوج أزوف كان قد قال في فيديو نشر على اليوتيوب بأن المعارك دارت داخل المصنع بشكل مباشر مع الجنود دروس ليومين متتاليين والمعارك مستمرة حتى الآن بمعنى أنه قد تتوقف عمليات الإجداء التي أعلنت عنها الأمم المتحدة يوم أمس بأن القافلة هناك قافلة تديرها الأمم المتحدة نشطون إغاثيون الصليب الأحمر بالتنسيق بطبيعة الحال مع الطرفين الروسي والأوكراني هذه القافلة من المفترض أن تصل اليوم وأن تبدأ عمليات الإجلاء في تمام منتصف اليوم الساعة الثانية عشر بتوقيت أوكرانيا أي الحادية عشر بتوقيت القاهرة ولكن استمرار المعارك منذ يومين وحتى اليوم هو اليوم الثالث قد يعيق عمليات الإجلاء هناك نحو 200 مدني يتحصنون في هذا المصنع عشرين منهم من الأطفال هذا نهيك عن نحو 400 أو 500 مقاتل مصابون وأيضا مقاتلون يمستمرون هناك نحو 500 مقاتل أيضا مستمرون في عمليات الدفاع والقتال والتصدي لمحاولات الجنود الروسي الذين يحاولون دخول المصنع بالتصدي لهم هناك حديث ليس فقط عن ضربات بدفعية لاقتحام المصنع هناك حديث أيضا عن ضربات باستخدام الطيران الحربي وأيضا من خلال الضرب من جهة البحر من خلال السفن والزوارق الموجودة فيها إذن مفروض أن يكون هناك عمليات إجلاء في منتصف اليوم بعد ساعتين تقريبا أو ساعة ونصف تقريبا ولكن استمرار المعارك كما يقول القائد الثاني في فوج أزوف الموجود في هذا المصنع قد يعرق العمليات الإجلاء هذه كاترين أشكرك من كياف سلامك يا لي مراسل الغد الله 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 اشتركوا في القناة